اول عايزة نقل هذه التجربة على فكرة بنعملها في ليبيا حاليا شركاتنا النهاردة بتشغل في ليبيا بتعمل تجربة مصر وبتعمله في ليبيا بنعمل في دول افريقية النهاردة اللي بنعمله هنا بنعمله في افريقيا الجزائر كمان النهاردة طلبة ايضا انه مصر اللي بتعمله بنية تحتية هيتعمل في الجزائر تعاون كبير جدا سيد رئيس النهاردة تكلم على خمس ثلاث شركة مصرية موجودة تقدر تشتغل فيها الجزائر الرئيس عبدالجي التابون فتح الباب بشكل واضح وقال بشكل واضح في المؤتمر ان انا اديت الضوء الاخضر قال كده اديت الضوء الاخضر لوزير الاشغال او الاسكان فيها الجزائر ان الشركات المصرية تبقى موجودة كل التسهيلات تقدم للشركات المصرية كل التسهيلات تقدم لاستثمار المصري يكون هناك تعاون مصري جزائري سواء استثمار جزائري في مصر أو استثمار مصري في الجزائر تعاون كبير جدا بين البلدين ده على المستوى لو بتكلم على مستوى التشغيل على مستوى البنية التحتية على مستوى الشراكة على مستوى استثمار لكن كمان تطابق كبير جدا بين مصر والجزائر والرئيسين في ملف ليبيا الانتخابات أولا وحكومة ليبيا بليبيا لحل ليبي ليبي يبقى توافق بين الرئيسين على الملف الليبي لأننا والجزائر جيران لليبيا على السودان توافق مصري جزائري أيضا عدم التدخل بالشؤون الداخلية للسودان وأن يكون هناك انتخابات وقف اطلاق النار في السودان وصولا لانتخابات وحكومة يختارها الشعب السوداني هناك أيضا تنسيق كبير جدا بين البلدين ظهر النهاردة جدا سيد الرئيس بيتكلم والرئيس عبد مجيد تابون بيتكلم أيضا في غزة والرئيس عبد مجيد تابون آل مصر هي اللي بتتحمل ما يجري في غزة هي المجاورة لغزة هي اللي تتحمل متاعب ما يجري في غزة وبالتالي احنا مع مصر دعمين وكمان هننسق مع مصر اللي احنا يعني مصر اللي ممكن نقدمه لغزة من خلال التنسيق مع مصر ترجمة نانسي قنقر